خافة نموت وخليهم عاكم مغبونين كل حاجة هي معاناة أم لأربعة معاقين ذهنيا في حالة جد حرجة فرغم مرضها وفقرها تحملت لسنوات طويلة عبء الاعتناء بهم حتى أن ابنها الوحيد المعافى والعاطل عن العمل لم يستطع تحمل تكاليفهم الباهضة لولا مساعدة سكان منطقة سواني الحدودية ومناطق أخرى بولاية تلمسانة هذه بلك عشرين عامونا ندرني دا نتاعي ما زالوا واحد ما زارنيش خايفة نموت وخليوا هذه وليدتها كهاملين يدروا لشهرية باش كل نموت مهنية يسيبوا أولادي باش يعيشهم يسيبوا باش يأكلو يسيبوا أخوهم باش يعيشهم باش يجيب لهم أمرأة يسعونهم باش يقدلهم يقدلهم شخويا يقدلهم شمساري بزيال ورغم مساعدة المحسنين إلا أن الزمان طويلة كما قالت أم رضوان عبدالقادر محمد وجمعة التي ناشدت السلطات قصدت تكفل بأبنائها المعاقينة إن شاء الله دني دا نتاعي وصلت تلوازر إن شاء الله ويقلعوا لولادي هذا الزنك وديروا لهم الدالة ويتلعوا فيهم هادورهم حقهم في الجنة بسع هنا يا ربي الحمدول ربي اكرمنا بيهم نطربوا من الحكومات عاوننا فيهم ما يستمحوش فيهم خاطر غدوا قاية يتحاسبوا عليهم إن شاء الله ما قاش لي ما قاية تحاسبها ديرها بكما متهدر متكلة قل له أخي يا ليه شفت الوجهها ربي شفت الوجهها ربي ولاني ندعي لك سبعة وعشية شوف هاد الوجهتها لأم اللي مريضة هم أربعة معاقين حالتهم نادرة وظروف العائلة الاجتماعية جد صعبة تنتظر التفاتة المسؤولين شكرا موسيقى